الاسماعيلي الاسماعيلي النهاردة برضو عنده مشاكل النهاردة لعيبة الاسماعيلي رفضوا يدخلوا التدريبات ليه يا كابتن؟ علشان ما خدناش مستحقاتنا ووعدنا الكثير من الوعود فخدوا موقف جماعي انه احنا مش هنتمرن النهاردة فالكابتن حمزة الجمل بعد ما شافهم ولقى ان هم بالفعل وعدوا الكثير من الوعود وهو مفيش وعود بتتنفذ على مستوى المستحقات فهو كمان راح بلم الجهاز بتاعه وغادر الملعب الخاص بالتدريب لعيبة الاسماعيلي كانوا مستنيين وعود على مستوى نسب من العقود هم كانوا واخدين 25% بس في بداية الموسم وفي لعيبة من الموسم اللي فات ماخدوش مستحقاتهم على فكرة لسه وكمان كانوا وعدوا بانه فيه مش هقول مكافئة رمضان لكن جزء من مرتبتهم من مستحقاتهم ياخدوها بمناسبة شهر مية وخمسين الف جنيه لكل لعب واحنا خلص كل شهر وحضراتكم طيبين وكل سنة وانتم طيبين خلص في نص شعبان تقريبا فاخدوا الشيكات وجم يصرفوها مفهاش رصيد فاللعيبة قالت لا شكرا مش هندخل مش هنتمرن المفروض ان بكرة فيه معسكر كان يدخل الاسماعيلي استعدادا لمباراة بعد بكرة امام فاركو في الدور المصري الممتاز واللعيبة بحسب معلوماتنا يعني انه لو ما خدوش وعود او تنفذت بكرة بيقولوا ممكن تصل الى حد التصعيد بعدم لعب مباراة فاركو طبعا ما اعتقدش هتوصل للحتة دي لكن هم قالوها من ضمن الكلام اللي تقالوا ووقت الغضب ووقت رفض التدريب النهاردة ودي مشكلة ادارة الاسماعيلي بتقول ان احنا لم تدعمنا اي جهة بل صرفنا من نفسنا بتكلم على اللجنة المؤقتة دلوقتي اللي بيقودها اللواء ابو بكر الحديدي قالوا ان احنا مفيش فلوس دفعنا احنا فلوس من ناحيتنا لكن شايف الوضع جوه الاسماعيلي عامل ازاي ده بالنسبة الفريق عايز ما يهبطش وضع صعب جدا ومهما نادينا بانه العيبة لازم تتفهم يعني لكن احنا كمان لازم نتفهم واحنا بنقول لهم تفهموا لانه اللعيبة مبارح محمد حسن مليون عزاء منا جميعا لمحمد حسن في وفاة والده لعب خط وسط الاسماعيلي ربنا يا ربي ارحمه يا لحق نبي في الجنة العزاء كان اليوم مبارح قال انا بيع تعربيتي يا ترى هبيعي تاني كان نزل بوست على كده محمد هاشم لعب الدفاع في الاسماعيلي والده في المستشفى وبحسب الشكاوى اللي بسمعها من جوا النادي انه مش عارف يدفع مستحقات المستشفى اللي والده فيها فدي قصص مرهقة جدا هو وضع صعب قوي في الاسماعيلي بدون الاشارة الى المخطئ فيه لكن الوضع ده مقلق مقلق جدا وحنتكلم في عشرين جولة وانت معاك فقط خمستاشر نقطة وضمن ثلاثي الهبوط برفقة البنك الاهلي والنهاردة حتى حرس الحدود خد نقطة يعني فابتعد زق كده الاسماعيلي زق التحت البنك 14 15 الاسماعيلي 16 الحرس وهل لوحده معه 16 حرس الحدود لوحده فبالتالي هو تالتهم لان بقى فوقي كده فريق معه 17 امبي داخلية تلاعي الجيش معهم 17 نقطة طيب خلينا سريعا جدا بلكم ان في اسمين او اسماء مصرية راحت النهاردة الى ليبي الاخضر الليبي اللي بيلعب في الكنفيدرالية اي نعم وضعه صعب لكن الكابتن عبد الحميد باسيوني تولى المسئولية وبرفقته الكابتن احمد صالح والكابتن معتز اينو مليون دعاء ليكم ان شاء الله ربنا يوفقكم وقالوا ان هما اتفقوا على تدريب الفريق لمدة اربعة اشهر والسفر غدا وده في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش بالتوفيق ان شاء الله للجهاز الفني المصري البطاقة الحمراء بتبعد مروان حمدي عن قيمة المصري لمواجهة بكرة وعلى مستوى العالمي غير الكارثة بتاعت مانشستر يونيتد والاحتفال والحفلة بتاعت ليبربول بسبعة فبرشلونة كسب النهاردة بالينسيا بهدف دون مقابل سجلوا رافينيا وبعدها بين شوية ضيعوا ضرب الجزاء بعد اخناقة كده ما بين توريس هو وانسو فاتي انا اللي عايز العبها لانا اللي عايز العبها افش عليهم بعد المباراة في التصريحات شابه هنانديس المدير الفني للفريق ولعبها توريس وضيعها فرح له فاتي عجبني اوي تصرف فاتي انه اول واحد جري على توريس بيحضنه عشان ضيعها كان فاتي لا التشيك تحسن شوية المشهد بتاعنا عايز اخد الكورة دي